وحياكم الله جميعاً وأهلاً وسهلاً وشرفتونا حقيقةً في تواجدكم اليوم معي وشكر لكم على وقتكم حقيقةً الحديث حيكون عن موضوع يمكن يكون بسيط جداً اللي هو مثلاً الإلهام أساس الإلهام إيش يلهمك إيش ممكن يحرك فيك العملية الإبداعية تقريباً بس قبل ما مثلاً الواحد حتى يروح لهذا المجال أو نجاوب على هذا السؤال حتى ممكن أعرفكم بنفسي قليلاً وإيش اللي وصلني مثلاً أني أكون حتى على الكرسي هذا وأتكلم عن موضوع الإلهام أو الفن حتى بشكل عام أخوكم معاذ العوفي من المدينة المنورة أساساً تقريباً قبل سنتين فقط توجهت للرياض للعمل قبل الرياض وقبل المدينة حتى كنت تقريباً خارج المملكة العربية السعودية ممكن لمدة عشر سنوات للدراسة بدون تفاصيل لو أعطناكم التفاصيل هذا موضوع ثاني ممكن حتى يكون كيف حالك؟ مبسوط؟ دخلت جوة تفرجت على الأعمال؟ الله يحييك أهله سهله رجعت للمدينة وبعد الفترة هذه كلها من السفر المدينة من المنورة كانت جديدة علي يعني كستي كمدينة يعني كان وقتها ممكن عمري 32-33 سنة آه ممتاز الصور كل الصور اللي حتشوفوها هذه من الانتاج اللي مريت فيه خلال تقريباً ثمات سنوات الماضية ولو أي أحد حتى عنده سؤال في وسط التوك أو الحديث بليز وقفوني وبتكلم حتى عن الصورة هذه بس بشكل عام يعني عرض مرئي للإنتاج والأعمال الإنتاجية اللي أنا مثلاً يعني قدمتها فترة اللي راحت لما وصلت المدينة كانت الأمور شوية موابحة معي أنه مثلاً وين حشتغل كيف وإيش حسوي بحياتي المدينة كمدينة كانت يعني مختلفة علي جداً بعد السفر هذا كله فبدأت أستخدم السوشال ميديا وأوثق أطلع في المدينة أصادقها كستي وأطلع أوثق فيها بالتصوير مثلاً الأشياء اللي أنا أشوفها أو تلهمني أو تلفتني حتى إلي مراحل الناس صارت يعني تنجذب للمخرجات اللي أنا أقدمها والحساب حقيقي والسوشال ميديا وصار فيه تفاعل أكثر فحقيقي حتى التفاعل هذا إذا تحدثنا عن إيش يلهم الإبداع مثلاً جمهورك جمهورك يلهم إبداعك ويحرك فيك حتى العملية الإنتاجية حتى الإبداعية بعد المدينة بفترة وبعد ما بدأت بعدها بفترة يعني أعرض بعض الأعمال الفنية في الصلاة الفنية وهذه قصة كمان مختلفة جداً إنه لما وصلت لإنتاج معين من الأعمال الفنية أو الصور الفوتوغرافية حتى صار أبغى أعرضها لأنني أحس كإنسان كطبيعة إنسانية أن واحدة من الأشياء التي ستلهمك تستمر في عمليتك الإبداعية والإنتاجية هي التفاعل ما بينك وبين الجمهور التفاعل ما بينك وبين الناس رؤية ردد الفعل كمان من الجمهور أو الناس حتى ممكن نشوفها على سبيل بسيط في مجال الكرة كرة القدم يعني ممكن تشوفوا أن الجماهير تحميسها للعيبة وكذا ممكن يخليهم ينتجون أكثر ويبدعون حتى أكثر فحقيقة واحد من الأشياء التي تحرك فيني كانت الإلهام والإبداعية أنني أبوصل للجمهور بغض النظر عن ممكن نتحدث عنها عن حاجة تشبع غريزة إنسانية في الواحد اللي هو الإيغو حقه أو الأنا أو الذات وصولك للجمهور وقتها كمان حاجة تحرك العملية الإبداعية هذه من أجمل الصور اللي صورتها قبل تقريباً خمس سنوات من عرضت قبل في قرية الموه في الطائب حنرجع للصور هذه يمكن بعد شوي معكم أو الحقيقة حتى قبل ما أني أستمر في سرد مثلاً فلسفي عن محركات الإبداع المختلفة ممكن حتى بعد شوي أطلع على الصور معكم وأشرح لكم قصة كل صورة الشاهد بعد فترة معينة في المدينة وبعد فرص معينة للعرض الفني تحركت معي أو بدأت معي عمليات أني أكون تحت غطاء أو مسمى شخص فنان بعد ما عرضت مع آثر غالري وبعض المنصات الفنية اللي موجودة في جدة بعدها صار صرت أبحث أنا شخصياً اللي يلهمني حقيقةً وهذا اللي كنت أقوله قبل شوي إنه الإبداع أو الإلهام ممكن أنت يلهمك شيء مختلف ممكن أنا يلهمني شيء مختلف ممكن يحرك الدافع عندي حاجة مختلفة أحمد يحب الفن بس الدافع عنده ممكن صوت الفراري والسيارات في الفورميلا 1 أكثر هذا أحمد موجود هنا ألا حياك الله كمان تحب الفن وقاعدة ممكن تدور الفترة اللي راحت هذه تسأل كيف ممكن أنا أنمي العملية الإبداعية عندي دوافعها مختلفة عني أنا مثلاً أنا ممكن أني أوصل لمرحلة أو الفنانين بعد فترة ممكن يوصلوا لمرحلة يصير الإنشاء أو خلق عمل جديد يصير هو المحرك الأساسي للإبداع الإنسان أعتقد بوجهة نظري أنا شخصياً أنا أستمتع بالإنشاء أستمتع بالكرييشن لما أنت مثلاً تنشئ عمل إبداعي جديد أنا هذا يلهمني أني أتحدى نفسي أني أخرج بعمل جديد آخر مثلاً تسمحوا لي بس أرجع لبعض المحاور اللي موجودة في بعض المحور مثلاً يتساءل عنه كيف ممكن أنت تلاقي مجالك الإبداعي مثلاً هل هو في الكتابة هل هو في التمثيل هل هو في التصوير أو غيره أنا أعتقد أنه التجربة أساس توجيه العملية الإبداعية عند كل شخص لذلك مرة أحفز الشباب مثلاً لحولي أو الجمهور أو الناس اللي تأخذ وتعطي معي أنه جرب أدخل في مجال التجريب شيء للكاميرا فترة شيء للقلم فترة حاول تكتب أو تخط شيء لأ أنشئ حاجة فيها تراكيب معينة مثلاً التجربة أعتقد أنها من أهم أساسيات فهم توجهاتك ورغباتك مثلاً الإبداعية أول أشياء حتى اللي ممكن تستمتع فيها حقيقةً يعني وممكن أني أذكر بعض الأمثلة حتى في التجريب يعني النور الرياض كانت من المنصات اللي ساعدتنا إحنا كمان كفنانين أنه ندخل في مجالات مختلفة في التجريب كيف؟ على سبيل المثال جاءت فرصة قبل سنة أنه معاذ نبغى عمل عن النور لنور الرياض تحت الكونسلت الفلاني كذا كذا والبوجت مثلاً موجود أوكي فرصة جميلة أنا بدخل في مجال مختلف فأنشأت حتى حاجة كانت قريبة مثلاً مني أشوفها في الطبيعة البراكين حاولت أني أقلد عملية مثلاً التمثيل اللافا والوجود البركاني وعلاقتها بالضوء فهذه كانت فرصة مختلفة جداً وجميلة أني أجرب ميديم جديد ومختلف علينا بسبب الحمد لله يعني مثلاً الإمكانيات الموجودة في المملكة العربية السعودية ودعمها للفنانين والثقافة والفن نرجع كمان لأحد الأساسيات لي أنا بالذات في المجال الإبداعي أو مجال الإنتاج أنا ما في شيء تقريباً يلهمني مثل الطبيعة الطبيعة بالنسبة لي هي المدرسة هي المتحف هي المعرض حتى بالنسبة لي أرى الطبيعة الخارجية والاستكشاف هي أساس تقريباً عملي اللي بعدها ينطوي على حاجة ثانية ترتبط فيه اللي هو البحث والبحث أيضاً مجال آخر مختلف وجميل للإبداع كيف؟ إذا مثلاً واحدة من الأعمال اللي اشتغلت عليها قبل فترة طويلة كانت المساجد المهجورة على الطرقات المملكة بدأت أخرج أستكشف أشوف مساجد أكثر أصورها أوثقها طيب رجعت وكونت محتوى عندي بحثت البحث نفسه يدخلك في عملية ملهمة ومختلفة جداً ليش المساجد هذه مثلاً تم إنتاجها ايش القصة وراء هذه المنطقة وهذه المنطقة مين اللي خلف هذا وهذا وهذا ايش الدوافع والمحركات لوجود هذه الستركشارز مثلاً اللي كانت في الصحراء فعملية البحث والاطلاع هذه عملية تحفز الحركة الإبداعية وتدفعك وتلهمك أكثر حقيقة واحدة من الأشياء كمال اللي مرة تلهمني أنا شخصياً لما أحس أنه مثلاً وصلت إلى فترة تركود أو ملل معين أني أروح وأمسك الكتلوجات الفنية لمعارض سابقة وأطلع على اللي قدموه مثلاً زملائي الفنانيين من قبل في معارض مختلفة سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى دول العالم اللي فيها مثلاً النشأة الفنية سابقة لنا مثلاً بفترة حياك الله ناصر متأخرين شوي الله يعطيكم العافية منورين شوف كانوا معي في الصحراء قبل شوي رحنا ساعتين ورجعنا كمان ساعتين فالله يعطيهم العافية خلوني أطلع على كمان واحد من الجوانب والمحاور اللي موجودة معنا ذكرنا الريسيرش المملكة العربية السعودية حقيقةً وهذه يعني بغض النظر عن المحاضرة أو المحاور اللي موجودة عندنا للجميع هل تفترضين على مكان بعيدة؟ لا نعم 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 أحب أن تفترضين مكان بعيدة في الحرية و أعطيكم شيئاً شعوراً لا يبقى أن تكون لبا يعني ما تحتاج أحيانا أنك تطلع مكان بعيد حتى تستكشف To explore, you don't really have to go far sometimes Maybe five kilometers from here The valley يعني الوادي اللي موجود هنا تقريبا أقل من خمسة كيلو أنا أحيانا إذا ما لقيت وقت ألاقي نفسي فاتح Google Maps I just open Google Maps I try to find like a gate or an opening in the area just around the valley here and just go and see and explore Really, it's almost like you are outside Saudi Arabia وهذه واحد من الأشياء اللي حقيقة المملكة أو يعني في ميكانزم الاستكشاف يعني أحث عليها دايما أنه ما يحتاج الإنسان أحيانا أنه يطلع إلى مسافات بعيدة أحيانا في حارتك أنت أو في بيتك في بيتك نفسه ممكن تلاقي حاجات مختلفة جدا أو في الحارة اللي أنت موجود فيها إذا طلعت بس المشي على الأقدام اللي مسافة معينة ممكن تطلع على حاجات ربما في لحظة من اللحظات تلهمك بشكل مختلف وجميل جدا برجع أتكلم أو أذكر المملكة العربية السعودية يعني رحلتي أنا بدأت من المدينة المنورة آزا سيتي المدينة المدينة كانت دائما تلهمني المدينة منورة وجات فترة قلت أنه خلاص لما أوصل للمدينة ما أعتقد أنه أبسينة تول يعني ما أعتقد أني حشوف مثلا شي جديد حدي أطلع بالسيارة كمان 20-40-50 كيلو في ديريكشن مختلف حقيقة المدينة ما زالت تبهرني بأنها تعطيني شي مختلف وحاجة جديدة دائما واحدة من الأشياء أو الترك اللي موجودة في البحث أو في الاستكشاف أنه تخلي عينك مفتوحة بطريقة يعني wide open يعني حتى كورونا في أيام كورونا كنت أطلع أستكشف أكثر في المدينة منورة كالسيتي لأني ما أقدر أعدل المدينة فصار تعلمت أنه بدل ما ألتفت يمين ويسار فقط صرت حتى أسوي يعني 375 درجة حتى أنا وماشي في الطريق أشوف الأشياء اللي أنا مكان ما أشفتها to find different stuff to find different inspirationals ممكن items أو حاجات ممكن تلهمني بطريقة أو بأخرى أرجع وأقول أن المملكة كمان في فترة من فترات توقعت أني أنا شفت كل حاجة فيها أو شفت حاجات كثير في المملكة العربية السعودية لكن أمس قاعد أقرأ تغريدة لأحد الأصدقاء دكتور سلطان الشريف من المدينة منورة وغرد عن تويتة هذه السمو الأمير بدر بن فرحان سلطان صدف وأنه وجد من خلال البحث نقش لفيل شفتوا كيف أن المملكة يعني ما زالت تعطي حاجات مختلفة وغريبة كيف أنه نقش لفيل في المملكة العربية السعودية هذا شيء جميل وشيء ملهم وشيء ممكن حتى يأخذك إلى طريقة مختلفة في البحث اللي من خلالها ممكن تلاقي نفسك ملهم بطريقة جديدة لإنتاج مثلا عمل آخر أو بحث آخر مختلف فأتوقع الفترات القادمة كمان إن شاء الله حيكون في المملكة يعني اكتشافات مختلفة وجديدة تلهمنا جميعا في سؤالين أو محورين مثلا عن الحديث للحديث عن أحد الأعمال الفنية ممكن أني ذكرت التشاهد الأخير أو ممكن حتى ذكرت البركان إذا أحد حاب يسأل أي سئلة معينة كمان بليز يعني يسألوني حاضر كيف تصير فنان؟ هذا سؤال مهم جدا فنان ممتاز كيف تصير فنان؟ إنك تكون صادق يعني تجاه نفسك أول حاجة تعرف مثلا محركك إنك أنت وين رايح أو إيش تبغى هل أنت تبغى تكون فنان مثلا زي اللي يبغى يكون دكتور للتايتل فقط فأنت تبغى تكون فنان بس لأنه يطلق عليك فنان لا خليك صادق مع نفسك بالاستمتاع بالعملية الإبداعية استمتع، أبدع، إنشئ، تعلم، تواصل مع الناس اللي حولك جرب واستغل الفرص اللي موجودة حولك وبعدها حتلاقي نفسك إنه صرت فنان بدون ما أنت تسعى أساساً إنك تكون أرتس أو إنك تكون حتى فنان كيف حالك؟ أين تصوري لي؟ تيك توك أو سناب أو لا؟ شكراً خلينا نطلع على الصور وإذا في أي أحد عنده أي أسئلة أنا حاضر للإجابة خلينا أخذكم خلالها يعني هذا من مجموعة عمل اسمه صخر كنت أمشي في الطرقات اللي مثلاً تم شقها ما بين مكة والمدينة وأشوف الجبال كيف هي مثلاً مشقوقة بطريقة معينة وأروح أشوف المعادن والألوان اللي موجودة فيها وأصورها هذا الحال كان مثلاً إلهام عظيم بالنسبة لي هذه من البيوت القديمة اللي موجودة في بيت الراعي حوش بيت الراعي اللي في حوش الراعي في المدينة المنورة وهذا البيت من الحناكية كمان إحدى القرى اللي موجودة حول منطقة المدينة المنورة بالنسبة لي لما أوصل إلى مكان زي كذا يلهمني تخيلوا عمركم شفتوا الصورة هذه في المملكة أو البيت هذا قد شفتوا من قبل في المملكة العربية السعودية طيب هذا يدخلني على إبداع مختلف وجديد من أين البيت هذا كيف مبين البيت هذا من سكن هنا هذه عملية يعني عظيمة للتفكير برضو هذه من السلاسل اللي اشتغلت عليها توثيق المساجد المهجورة ما أحب رؤية المسجد المهجور ما أحب رؤية المصلة أتساءل كثير ليش وصل لها المرحلة هذه حتى من الداخل يعني أنه يؤلمني أني أشوف بعض المساجد بالشكل هذا وربما بالعكس الصور اللي أنا أسويها أو العرض اللي أنا أقدمه للناس يخليهم يتفكروا بأسئلة مختلفة ليش أنا ما أبني من مادة مستدامة بحيث أنه لو حبيت أزيله أزيله بشكل سهل وغير مزعج وأبنيه في مكان ثاني هذه من العلا التكشر النماء يعني الدهان اللون البينت هذه بيوت بيوت ناس يعني موجودة في العلا بس حدك تقرب منها شوي تعطيك يعني شكل مختلف أو طابع مختلف هذه مطبعة الشرباتلي كمان من التوثيق أنا أحب توثيق الأماكن المهجورة جدا يعني تشعرني كذا بالإدرينالين على قولتهم أحب المغامرة في الأماكن المهجورة هذا تصوير جوي استخدام الدرون في المملكة كمان واحد من العمليات اللي ما أحس أنها كمان تم يعني العمل عليها كثير اليوم كنا مع الشباب ناصر وسليمان وأخذنا الدرون وصورنا صراحة عمري ما شفت جبال طويق زي ما شفتها اليوم لما أخذت الدرون وصورتها بطريقة مختلفة مين يعرف هذا إيش جدار جدار في بيت جنبه مصنع موية ومنشع عليه طحالب بس أنا أشوفه لو حفدنيه هذه المصاد الحجرية كمان أو المباني الحجرية اللي موجودة في الربع الخالي كلها كنت ألاقيها من خلال مثلا جوجل مابز أفتح جوجل أبحث أكثر أطلع ألاقي حاجات جوجل مابز من أعظم الأدوات اللي موجودة عند الإنسان الحديث افتح جوجل ماب شوف حاجات ممكن تثير اهتمامك حط على هذا بوس وتوجه له من شكلك رائي بر ها؟ أبدا؟ جرب هذه من الأشياء كمان اللي موجودة في مقابر الفاو هذا أنا بس كنت أصغر كثير من الحيل هذه في مقهى مد اللي من خلاله تم يعني إن شاء القهوة المختصة بطريقة مختلفة هذه من خيبر الأرض ملهمة جدة بالنسبة لي المعادن ملهمة هذه خيبر من شاف هذه قبل كذا في خيبر؟ هذه كانت عليها حصون اليهود في خيبر قبل 1400 سنة تخيلوا؟ ما كنت أعرف عنها عشت 30 سنة في المدينة مثلا ما أعرف وين كانوا الناس هذول عايشين أو الهيستوري أو وين كانوا ساكنين مثلا طبعا مو بالشكل هذا كانت بس هي في نفس الموقع المحصن هذا هذه العلة الجميلة طبعا عندنا فريق وعندنا طيارة صغيرة فنطلع على الطيارة هذه ونطير ونصور من الجو فالحمد لله أنا محظوظ أني كمان أني أشوف زاوية مختلفة أو بطريقة مختلفة بلادنا العلة جميلة وفيها حاجات كمان دائما تخليني أتحدى نفسي كيف أروح للعلة وأصور حاجات جديدة الناس ما صورتها هذا دائما تحدي بالنسبة لي يروحون زوار كثير يصور الفيل يصور المدين يصور كذا فبعدين التحدي الصح إنك تطلع حاجات الناس ما شافتها هنا هذا قصر خزام في جدة من أول بيوت الملك عبد العزيز قبل تقريبا أعتقد ثمانين سنة تم توقيع أول اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على تصدير النفط في الغرفة هذه طبعا الغرفة اللي شفتوها قبل الشيء والصورة اللي شفتوها قبل الشيء مثلا فنيا كيف أستفيد منها أنا الريسيرش اللي معها والتاريخ اللي معها يعطيها قيمتها بغض النظر عن الجمالية حقتها والآن مقتنى من وزارة الثقافة في أحد المكاتب في وزارة الثقافة مثلا هذه من الهمات العظيمة جدا في المملكة المنشآت الحجرية ومتعة أني أروح وأطاردها وأحاول أن يلاقيها في جوجل مابس بعدين أني أروح أصورها بطريقة مختلفة جبل الحوار في العلا طلعت عليه الدرون كمان من فوق وصورته بطريقة كمان يعني ربما تكون جديدة ما أعتقد أنها تصورت قبل كذا بس هذه من التحديات الممتعة اللي من خلالها أنت تخرج بداية جميلة وتجذب يعني العين إذا حابين تسألوا أنا عادي ممكن استمر نهر الجو أي سؤال أنا رحف فيه كمان ناصر طلع لك سؤال كيف ما سمعت هذا الجبل الحوار اللي شفته قبل شوي صورته بالطريقة هذه درون يعني ما أعتقد حتى أنه الإنسان وصله إلا مؤخرا بالهليكوبتر تصير في بعض الرحلات أو بعض الأبحاث تصير يطلعوا اللي وفوق هذول طبعا مبحث مهم جدا الصور اللي تشوفوها هنا لأنه بعض بعض الناس ممكن لازالوا ساكنين لحد الآن في بعض أجزاء الصحاري في المملكة وما عندهم مثلا يكون هويات لحد الآن سعودية مثلا أو ما وصلهم التسجيل الهويات لحد الآن فتخيل يعني هذول من القصص الجميلة جدا اللي الممكن الواحد يظل يبحث فيها هذي في الموه قريب من الطايف رحنا في حملة إغاثة مع مجموعة مو إغاثة يعني حملة خيرية حتى لتوزيع بعض المواد الغدائية وكذا للناس اللي ساكنين في الصحراء في أماكن مثلا بعيدة هذا الكلام في 2015 وهو مشروع حقيقي كنت أحاول وأفكر كثير أني أتابعه بس صراحة ما جاء الوقت يعني حتى أشوف طريقة قصة الشعر الصبغ مختلفة جدا على اللي ممكن الواحد يتعود علىه ويشوفه وساكنين يعني لحد الآن حتى أستاذ إبراهيم سرحان مثلا وتابع حسابه سرحاني في إنستجرام طلع كتاب مؤخرا اسمو شداد والآن يعمل على كتاب إن شاء الله آخر في منطقة الجنوب ووصل إلى مناطق حدودية مثلا فيلاقي ناس يتكلمون بطريقة لهجة المهرة أو المهرة طريقة عجيبة في الأكسنت مختلف ومو كثير مثلا ممكن تفهم عليه حتى فهذا يدخلك على مبحث الأنثروبولوجي والتاريخ والإنسان وكذا يعني حتى جابين له ملعب مستغربين منها بس ما زال يعني فيها ماكن بعيدة جدا هذه البنت اسمها زعيمة للآن أذكر اسمها الصغيرة هذه عندهم البيوت هذه فوق بس ما يسكنوا فيها هذه في العلى برضو في الحرة اللي فوق في عويرض بعض المنشآت الحجرية اللي لقيتها على جوجل وطلعت مثلا بعدين مسافة طويلة وصورتها هذه قريتي أو جزء من قريتي عند المدينة منورة البيت هذا يسموه مدابة أو جزء من البنيان اللي يبنوه أجدادي أول لتخزين الطعام بالنسبة لي له حاجة ثانية أو بيت ثاني يسموه المثبة أهلا الراشد متأخر شوي مو مشكلة المثبة بالنسبة لي منصة جميلة جدا ألهمني البنيان الاركيتكتشر اللي أجدادي بدأوا يعني ينفذون وبالطريقة البسيطة هذه زي ما شفتوا حجر خشب وبنوا حاجة جميلة جدا كنت حتى أسميها المهندس البدوي أو the Bedouin architecture المثبة أو المدابة هذه خلتني أبحث أكثر عن المباني هذه لما اطلعت أكثر على موضوع ثاني اللي هو المثبة والمثبة برضو بيوت أجدادي القديمة اللي مبنيها من الحجر كمان اللي يستخدموها حتى في فترة الشتاء والمثبة في اللغة العربية مثلا اللي هو المكان العالي أو مكان جلوس القوم العالي أو مكان حفظ الشيء أو حفظ الأمر فيسموه ثبى الشيء حفظه فألهمني أني أسجل منصتي التجارية بعدين أو التعليمية بهذا الإسم فسميت عندي منصة صغيرة اسمها المثبة من تقريبا عشر سنوات أسستها المثابة موجودة في القرية هذه وهذه القرية كمان اللي تشوفوها حاليا تحت هذه مقابر صغيرة ومبني عليها سور فالأسوار هذه حتى لما تشوفها من بعيد أحيانا لما تمشي في الصحراء تكون ماشي مسافة وفجأة تلاقي خط أبيض سور واحد فقط له بيت له مبنى له مسجد وله أي حاجة لكن طلعت مقابر مجموعة من المقابر بدأت أوثقها فترة لما خرجنا بسلسلة ومجموعة من الأعمال اللي اسمها بعدين سميناها جدث وهي حتى يعني كيف التساؤل حق هي فلسفة شوية ما بعد الموت ما قبل الموت السماء الأرض وهلما جرة بس اللي بقول أنه البحث والسير في الأرض والاستكشاف أحيانا حتى الأشياء المؤلمة الغريبة ممكن تكون ملهمة لك تساعدك على إنتاج مثلا عمل فني أو توثيق مشروع معين أنا حقيقة أرحب أني أسمع أسئلتكم إذا عندكم أي أسئلة إذا ما عندكم أسئلة بأشوف ما أدري إذا ساعد مسوي حاشي اليوم أو لا لس لازم نرتر موضوع العشاء ها سم رضا إيش أكثر شيء أثار أعجابك في المدينة المنورة أحسنت يمكن أكثر شيء حسيت أني مقصر فيه في المدينة أني ما كنت أعرفها ما كنت أعرف أن رسول الله عليه السلام له مآثر ومواضع ومواقع كثير في المدينة لدرجة أحيانا ممكن تروح لحارة صغيرة ما هي معروفة وغير مسجد قبة وغير الحرم وتلاقي أنه مثلا في مسجد بني دينار طيب إيش يعني مسجد بني دينار معناها أن رسول الله عليه السلام زار بني دينار في يوم من الأيام لعيادة مريض عيادة مريض يعني زيارة مريض كان تعبان يسلم عليه فلما نوصل للمكان هذا وعاد المريض صلى في هذا المكان فصار موضع من مواضع صلى الله عليه وسلم فتخيل هذه أشياء كثيرة لما تمشي في المدينة تلاقيها قصص قصص كثير إحنا ما نعرفها فكانت بالنسبة لي زي أني أبحث عن كنس كل بعد فترة أمشي وأبحث عن كنوز وأشياء مخفية وأشياء سرية مثلا وأتمنى أنك تسوي نفس الشيء هذا الله حقيق أسئلة ثانية تفضل أيها القبة أحسنت الكتاب هذا موجود هنا عندكم ما دل إذا فيه نسخة مفتوحة أو لا نبوي تصويري بس كمان لها قصة لطيفة يمكن ما حد يعرفها الغلاف هذا لما نزلنا نصور في المسجد النبوي كان وقتها كورونا حضر حضر تام وأشكر سمو الأمير فيصل بن سلمان أنه سمح لي هو راعي الكتاب يعني هو اللي أصلا بحث أنه معاذ انزل وصور كتاب معين عن المدينة يتناول الناس أكثر فسمح لنا حتى من خلاله أنه ننزل للمسجد النبوي وقت الحضر كورونا أول مرة أنا أشوف مو أول ما أحد شاف الحرم بالشكل هذا باب السلام مغلق زيرو بشر والحمد لله كانت من الفترات اللي تشرفت فيها بالوجود في الروضة خمس ساعة تقريبا الحالي أنا وأحد الأخوان شاكر سامر قندي والحراس فأخذت الدرون وطلعتها أبغى أصور القبة يعني بطريقة معين يوم طلعت الدرون مسافة وجيت أبرجعها شوي اكتشفت أن الدرون قاعدة ترقل تحرك يعني تتحرك بطريقة مرة غريبة لدرجة أني أدوب قاعد أرجعها لأنه كان يحتاج لها حاجة اسمها الوصر وأنا لم أستعجل كنت فكانت حطيح على القبة الخضرة وكنتوا حتلاقونا هاشتاغ وقتها الحربي اللي طيح الدرون على القبة وفالحمد لله من أعظم الصور على ساكنها أفضل الصلاة تم التسليم أي أسئلة أهلاً معاد كيف الحال أين سعد هلعب حياك الله شلونك طيب الله حياك هلعب سهلا ما في حاشل لا سعد تكفى طيب أول شي شكراً على المشاركة الصور ورحلتك البحثية بس حبيت أسأل أنا هل التراث اللي موجود في المدينة من وجهة نظرك تم تغطيتها بشكل كامل أو لا زالت المدينة المنورة بكر في إنها يتم اكتشافها من الفنانين مثلك سواء المصورين أو حتى باحثين يمكن هذا يرجعني لللي قلته قبل شوي إن المدينة كانت وما زالت تبهرني أحياناً أقول خلصت ما عد في شي لكن أرجع وألاقي شي جديد يمكن من ناحية جغرافية يمكن من ناحية لأني أخرج عن المدينة كمدينة السوشال ميديا والنشاط المجتمعي مؤخراً والمعرفة الثقافية وسهولة وصول الأخبار ساعدت على ربط معلومات أكثر وظهرتها للسطح أكثر مثلاً من أول اللي قبل سبع سنين كان مخفي شوي صار مؤخراً ظاهر أكثر لكن أنا واثق أنه فيه أمور كثير تحتاج إظهار بطريقة مختلفة سواء فنية أو بحثية وربما حتى الآن فيه أحد المبادرات الجميلة جداً كمان اللي دعا لها سمو الأمير فيصل توثيق التاريخ الشفاهي في المدينة المنورة وقصص أهل المدينة وحتى اللي موجودين من ثلاثين أربعين خمسين سنة في المدينة المنورة في أشياء كثير ما ظهرت وممكن حاجات كثيرة ممكن تندثر صراحة إذا ما تم توثيقها في الفترة هذه أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً عندي سؤال بسيط تفضل أخر وهو من آخر لقطة أنت انتهت فيها اللي هي تقريباً الموروث الشفاهي واندثار الأشياء في أشياء كثيرة الحقيقة حوالينها اندثرت كيف تتأكد أن القصة حوالين المكان اللي انتك تشفته القصة اللي قاعد تسمحها لان هي القصة الحقيقية ما هي القصة اللي مرت من خلال أيديولوجيا معينة أو من خلال تأثيرات ثقافية معينة هنا انت ذكرتني مثلاً بدوري أنا أحياناً كفنان أو كشخص مبدع مثلاً أو يحب محتوى معين واحدة من المهام اللي أنا أسويها مثلاً أنا أقول لك أني أنا أحضر لك مادة معينة الباقي على المختص أنه يبحث فيها أنا مثلاً صورت الأكتكتر أو شفته البيت المعماري قبل شوي يمكن ما عندي قدرة أو أحياناً مصادر أو resources أني أجيب لك المعلومة النهائية المؤكدة فأترك المجال البحثي مثلاً ويمكن الجواب الأصح والأسلم أنه التخصي والتدقيق أكثر في الرواية الوحدة أعرف وتتبعها من عدة مصادر مثلاً خاصة لو بنتكلم مثلاً عن مدينة منورة المدينة لأنه بعض الأماكن مثلاً والمواقع ترتبط بعبادة معينة إذا ما ورد فيها شيء مثبت يعني بقطعية ما يتم مثلاً الحديث فيه كثير أو إظهاره بشكل مثلاً معين إلا إظهاره بالمصادر الموجودة عنه عدة مصادر أنا مثلاً جات فترة أشتغلت في الرشاد السياحي فأنا 11 كنت مرشد سياحي لمنطقة المدينة منورة بسبب أني أصور في المدينة وكذا والناس تقول لي وين تروح مثلاً موكي هل تريد أن تجمعي؟ هات فلوس نطلع مو مشكل في واحدة من الأساليب التي كنت أمشي فيها أني أنا أذكر لك عدة مصادر عن مكان معين ذكر كذا وذكر كذا وذكر كذا وأترك لك الباقي أسئلة أخرى قبل أن نتوجه لساعد نشوف موضوع أي في أي أسئلة؟ سم عبد الله أي جنوب السعودية هل ما أحس فيها أشياء كثير مخفية تشوف تشوف واحد من ألطف وأجمل وأروع الأشياء التي شفتها قبل يمكن ثلاثة أيام أنا والأستاذ راشد خلفك التي هي زهرة الثرية في أبها أوف شيء جميل شيء عجيب أول مرة أشوف يعني نبتة غريبة عجيبة نزلت عنها بوست مثلاً وصار الناس يضيفون أنه هذه كذا وهذه كذا وهذه سامة وغير سامة ملهمة فأتمنى أني حقيقة أني تجيني فرص أكثر وأكون متفرغ للجنوب والموروث اللي موجودة هناك يمكن حتى نجران تلفت انتباهي كثير والأثار اللي موجودة فيها أو حتى التاريخ والناس اللي موجودة فيها هناك وإن شاء الله أنه رب يعطينا وقت وقدرة ونوصلها بحول الله أسئلة ثانية أحمد أكيد ما فيه أي شيء أي أي كيف وصلت لفكرة أنك تمتلك طابع واضح هذا معاد اليوم رحت مثلا أنا بالبنال الإسلامي من غير ما أشوف اسمك هذا معاد ما كانت الصور موجودة والله المساجد الآن أي مسجد طائع في الصحراء معاد العوف شوف يمكن يمكن لإني اشتغلت على المحتوى المتشابه فترة معينة فصار المتابع يعني يلمح بتل أو أنماط معينة على طول تذكره في ذاكرته مثلا بعملي فهذا يمكن واحدة من الأشياء يمكن لما نتذكر أعمال راشد برضو لما نشوف مثلا لايت معين بطريقة معينة على طول يذكرنا قريب أعمال راشد عارف التكنيكل أو التقني ممكن يذكرنا بأعمال أبو عفيف عارف وهلما جر بس يبدو لي لأن الأشياء التي تجذبني يمكن ما تغيرت من فترة طويلة خمسة سبعة سنوات وأنا يمكن منجذب لنفس الشيء اللي حتى الجمهور صنعوا أحيانا يعني لما أعرف أنا أنه 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 هذا يلفت نظرك أكون أركز عليه مثلا بطريقة واضحة وأوصل لك حتى أني أعرف أن هذا حيتفاعل يعني حنتفاعل فيه سواء مثلا يعني النعود اللي بدأت القصة تقلت ينهلمك الجمهور أكيد اليوم ما الذي يلهمك كمعاد والله يا آخي الكريم اختفعت أنت الآن على السوشيال ميديا؟ لا إستجرام أنتوا اللي قريبين ما الله يصلحكم فعل التنبيهات شير لايك سبسكرايب العمل حقيقة يمكن هدى علي الخروج في رحلات اللي زي اللي أول في المدينة بس الآن أبشرك أنا أود أن أعلم من على هذا المنبر أنه ناصر وسليمان وسام الشاشي هذول الجروب الجديد حقي كل خميس وجمعة هنطلع مكان لأنه اليوم طلعنا طلعا وستمتعنا فيها جدا بحاول الله يعني واحدة من الأشياء حقيقة اللي كنت أسعى لها كثير أني أعامل منطقة الرياض مثل ما عملت منطقة المدينة وأخرج فيها أكثر وأحاول أني أتحدى نفسي أني أجيب محتوى جديد الجمهور مثلا ما شافوا من أهلها هنا هذا التيزر أحيانا عارف اللي أوكي شوف أنا أجيبت لك أنت ما عارف ما تعرف هذا دفع أنه موجود جنبك عارف كل السعودية أنا أحب أستكشف فيها المملكة العربية السعودية أرجع أقول أنها والله أنا حتى لما أنتجيني فرص أني أسافر برا أني أفضل أني أكون موجود هنا وأخرج بسيارتي وأستكشف في السعودية وأجب يعني وأشوف فيها محتوى مختلف وجديد علي أنا كمان لا أخليك على طول فعل التنبيهات أي أسئلة أخرى واحد أوكي أيوة محرج والله كنت حقف في لي أسلم في حاجتين الحاجة الأولى صراحة يعني أنا كفنان أحيانا لما نسائرك أطفش منك صادق لحاجتين الحاجة الأولى ما شاء الله عليك توقف مرة كثير وين قصلك؟ في السيارة أو لا؟ في السيارة في أي مكان أنت عارف الأسباب يعني معاذ حقيقي واحد من الناس اللي فجأة كذا ممكن يجنب في لحظة من اللحظات شاف شيء الشيء الثاني احنا كلما شفنا شيء جميل اللي ما نشتغل عليه تكون أنت شيرته وكذا الناس شافته ما شاء الله عليك سؤالي ما هو هذا لكن هذه واحدة من الأشياء اللي يعني من ملازمتك رأيتها مختلفة فيك حقيقي أنت إنسان دقيق الملاحظة لأشياء أحيانا نزمة تستطيع رأيتها أو ما تشوفها الشيء الثاني أنا أعرف حتى الناس اللي اشتغلت معك وساعدتك في بعض مشاريعك يعني أنت أعطيتهم هذه الدافعية باتجاه حساسية عالية جدا مختلفة يعني تشوف بعين أخرى تتعمق الرؤية تعيد يعني رسم الإحساس باتجاه المواضيع الفنية لكن أنت معاذ العوفي كدارس علوم بيئة أعتقد علوم بيئة صحيح كتخصص واليوم في الدرعية صحيح ومشوار الفن وكيف تقدر أنت اليوم كموظف مثلا في الدرعية تستعين بفنك ويكون ركيزة للعمل داخل الدرعية الدرعية شاء الله ممتاز جدا أبو محمد وشكرا على المقدمة حقيقة واحدة من الملاحظات يمكن عليها أنه أنا عجل ما عرفني يعني ممكن حقيقي أني ألاقي حاجة أو محتوى جميل جدا بس عجول في إظهاره مثلا بطريقة خام بطريقة سريعة لأنه واحدة من الأشياء اللي أنا أشتغل عليها حقيقة أني كوني نص انفلونسر ربع انفلونسر انفلونسر في السوشال ميديا مثلا فهذا من الأشياء اللي يتحرك يعني نوع معين من المجال اللي أنا أشتغل فيه الأمر الثاني سبحان الله يعني نقلتي للرياض وجودي فيها الآن سنتين تقريبا والفترة هذه والسنة هذه بالذات أنا بيتي الدرعية بيتي في الصباح بيتي في المساء حياتي في الدرعية أنا الآن أقدر أقول يعني حتى نقلت هنا عملي في حي الطريف التاريخي السنتين اللي راحت من أعظم الأماكن في المملكة العربية السعودية بعد الأماكن المقدسة اللي هو ممكن بالنسبة لي صراحة أشوفه اللي هو حي الطريف وأدعو كل أحد أن يروحه يفهم من وين التاريخ السعودي وولاة الأمر وقصة المملكة العربية السعودية بدأت ومن وين هي ممتدة هنا في تحديات مختلفة علي أنني أفهم هذا المكان أكثر ويمكن من خلال أحد المشاريع السابقة مع الشركة نفسها صرت أبحث في الدرعية أكثر وأوثقها وأصورها وأكون قريب من حياة الناس فيها ومن تاريخهم ومن حتى أني أنا أنشئ بنفسي ذكرياتي الجديدة في حياتي هذه حاليا في الممكن الخمس سنوات أو العشر سنوات المقبلة في هذا المكان وأنني أكون منتمي له بشكل أو بآخر ويعني أتطلع أنا للفترة القادمة وحتى يعني بديت أتعود أنا كنت شوي متخوف أني أنقل في الدرعية أنت لو تفتح وخريطة جوجل ما بتشوف الرياض آخر شيء تعمر في الدرعية أنا موجودة هناك تقريبا سكنت بس الآن بديت أني ألاقي لا والله المكان مختلف البيئة جديدة علي أبي أشوف أكثر أبي أعرف أكثر أبي أخرجها كمان ممكن بشكل مختلف ربما يساعدنا جميعا أنه نفهم جذورنا ودولتنا وتاريخنا أكثر بحول الله أي أسئلة أخرى تظلي سامعك السلام عليكم يا حقيقة سامعك أغلب المعارض التي تحدث في السعودية حاليا أغلبها يعني هاي أند أو أن يعني كلها تجيب غالبا استابلشت أرتست وما في تركيز كثير على اليونغ أرتست واليعني أمرجي أرتست فهذا أحس أنا من وجهة نظري أنه صلط الضوء على الأعمال الكبيرة نصرنا نشوف يعني الديناميك اللي قاعد يعطيها تركيز على الأعمال الكبيرة واللي هي أصلا ظاهرة أوكي واحدة من الأشياء اللي إحنا أصلا حاليا إذا أنا شخصيا مثلا إذا أنا اشتغلت في مجال الكيوريشن أو التقييم الفني صار أبحث عن الأسماء الجديدة لكن ربما أحيانا يظهر في بعض المعارض أنه أوكي في أسماء معينة موجودة وموجودة كلها منغ فيها بعض الأسماء أحيانا اللي خلاص لكن اللي بقوله المملكة كمان وتوافد السياح فيها وسعة الجمهور فيها يسمح أنه هذا الفناني يكرر الانتاج المختلف في أكثر من معرض لكن في جزء ثاني مهم وأشوفه في أكثر من منصة صراحة في تمكين الفنانين الجدد لكن خلينا كمان نكون واقعيين أحيانا المبدع يكون قاعد يشتغل على عملية موهبة أو عملية يعني زي ما تقول محرفة أكثر من أنها حاجة يستمتع فيها بس لسه شوية يفغالها حتى تكون توصلت تقول هذا عمل فني أو لا أنت وصلت وأخذت جميع العناصر حقة العمل الفني من البحث والريسيرش والتدقيق والعمل تحت مثلا قيم فني لكن أحد أعظم الأمثلة الموجودة عندنا ميسك والإقامات اللي قدموها واستمراريتها وكل بعد فترة لدرجة حتى أن ميسك بدل أنه مثلا بس إقامة فنية لا يقول لك تعال في عندنا دورة ترتيب البرتفوليو حقك حتى بعدين تقدم عليه ففي منصات لازم نحن نتابعها أكثر ونطلع عليها أكثر ونوصلها حتى لليونج آتست إنه هذا موجود وهذا موجود وغير كذا الواحد لازم ينتبه شوية ما يوصل لمرحلة مثلا إحباط أو negativity إنه لا هذا هو البس يأخذون الأسماء هذه أو المعارض بس يأخذون لا حقيقة أنا أشوف الوسط الفني صرنا نبحث عن الأسماء الجديدة أي فرصة صرنا نشوفها لأحد عنده موهبة حقيقية تعال وغير كذا كمان بحكي لك يعني شغلة المبدع ممكن يتعلم ممكن يحترف فن معين وممكن حتى يتعلم من أقرانه كيف ممكن يأخذه لمنطقة مختلفة وجديدة نور الرياض مثلا عندهم برنامج الانتونشب المتدربين يمكن فيه عشرة أو خمسة عشر شخص قاعدين يمرون على الارتست كلهم اللي موجودين في جاكس ويجلس مع هذا يجلس مع هذا يتعلم من هذا ويشوف من هذا ويسمع فهذا كله سيخلق عملية جديدة ومتجددة للشباب والمبدعين اليونغ عاتس إن شاء الله استمر الله أعطيك العافية ثلاثة سم حياك الله المدينة على سبيل المثال ما يدخلها الطعون ما يدخلها الدقال يعني في كتير أحديث عن المدينة صحيح هل قيمة المدينة قيمة روحية فقط كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقيم فيها أم في قيمة جوغرافية للمدينة تعطي هذه الصفة والميزة من أجمل الأسئلة من أجمل الأسئلة المدينة بالنسبة لي مدينة منورة كنت دائما أشبهها وهي بعيدة عن الشبه هذا لكن شكلية يعني بالشكل للأخطبوت وين ما تبغى توجه في جهة هتلاقي شيء جديد تبغى بحر شوية تطلع تلاقي الرئيس تبغى جبال شوية تطلع على طريق الهجرة جبال عوف وأدقس وورقان جبال مهولة عجيبة فيها حتى مناجم قديمة جدا براكين للشمال على جهة خيبر مو بس براكين هتلاقي 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 كهوف هتلاقي منشآت حجرية موغلة بالقدم هتلاقي يعني وحات المدينة المنورة أصلا هي نفسها كانت وحة شايف فحقيقي جغرافيا المدينة يعني جدا مليئة بالأشياء البصرية الممتعة حقيقة وأعتقد أنه يعني أتمنى يعني هذا اللي كنت ممكن حتى من الأشياء اللي اللي اشتغلت عليها أني أوصل للناس أن المدينة ما هي فقط مثلا مسجد قبا ومسجد النبوي لا في أكثر من كده هذا اللي ساعدني مثلا على إظهار المدينة بطريقة مختلفة تنوع جغرافيتها وإثراءها شكرا حياك الله يسيد كاميرا رولينغ عند في أي أسئلة ثانية هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وشكرا لكم على الحضور ونراكم إن شاء الله في وقتنا آخر